أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ذات أولوية متقدمة على أجندة الحكومة وتحظى باهتمام القيادة السياسية لتخفيف أعباء المواطنين كما أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اهتمام الحكومة خلال هذه المرحلة بتمكين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية والتي تساعد في تعميق الصناعة وتوطنها باعتبار ذلك هدفا قوميا مشيرا إلى ضرورة العمل على تفضيل المنتج المحلي ومنحه أولوية فيما يخص التعاقدات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد